قدام حضراتكم يمكن 1-2-3-4 1-2-3-4 5 محافظات 5 مناطق الحقيقة يعني واضح فيها جدا نزول المصريين بعد دعوة الرئيس عندك المنصورة قدام حضراتك يمكن ده بعد دعوة الرئيس إلى أنه ملايين المواطنين جاهزين لأجل دعم الشعب الفلسطيني دي المنصورة اللي قدام حضراتكم كل هذا وأكثر أقول لك أنه أول الغيث ده لسه كل اللي حضراتكم شفتوه النهاردة من حراك شعبي ونزول بعشرات الآلاف في شتى محافظات الجمهورية ما بين جامعات أو طلبة جامعات وما بين شباب مختلفين من فئات عمرية مختلفة ما بين الوقفة أمام نقابة الصحفيين المصريين واحدة من أهم 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 مقلاع الحرية العربية أديك حضرتك شايف اللي بيجرى في العاصمة المصرية القاهرة عاصمة القرار العربي عاصمة العروبة الشعب المصري دائما في الطليعة يدفع دفعا لأجل حماية وإنقاذ أهلين في فلسطين المشاهد اللي قدام حضرتك دي من محافظة الشرقية على سبيل المثال وللحصر وهقولك ليه بعد شوية على سبيل المثال للحصر كل الأبو لهولك وليد لحظات بعد خطاب وبعد كلمة الرئيس في المؤتمر الصحفي النهاردة مع أولف شولتس المستشار الألماني ده من مطروح بالمناسبة شبان وولاد وبنات ورجال وشيوخ الكل الكل يرفع عالم مصر يرفع صورة الرئيس يرفع عالم فلسطين ويهتف لأجل حرية وبقاء وحق الشعب الفلسطيني دي محافظة البحيرة تحديدا مدينة دمانهور قدام حضرتك ولا تختلف المشاهد بنات فتيات مصر وقفين لنصرة حق الشعب الفلسطيني في الحياة طيب مجلس أمناء الحوار الوطني يدعو كل أبناء مصر أنا قلت لك اللي انت شايفه النهاردة أول الغيث مجلس أمناء الحوار الوطني يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة المقبل قدام النصب التذكاري للجندي المجهول في طريق النصر يا سادة يا كرام ده جاي الحقيقة نتيجة منطقية وطبيعية من المصريين زاء التطورات الخطيرة اللي بتمر بيها قضيتنا قضية الصراع العربي الصهيوني مجلس أمناء الحوار الوطني وكل الشعب المصري بيرفض بحسم اعتداءات الاحتلال هذه الاعتداءات الهمجية على أهلين الفلسطينيين وتحديدا في غزة تأكيدا لوحدة شعب وهو الشعب المصري تأكيدا لوحدة وتضافر وتلاحم شعب مع دولته ورئاسته ومؤسساته في مواجهة تهديدات بتصفية القضية الفلسطينية لمواجهة تهديدات تمس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها مجلس أمناء الحوار الوطني بيأكد أن هذا الاحتشاد في هذا المكان يرمز لصمود مصر وشعبها العظيم وجيشها العظيم وانتصارها العظيم في أكتوبر على هذا الكيان عام 1973 انتصارا مؤذرا كانت الهزيمة التي لحقت بهم وظلت حتى هذه اللحظة جرح عميق غائر في نفسهم وجدانهم أفكارهم عقلهم تاريخهم وستظل دي رسالة مهمة دي رسالة مهمة في ذكرى خمسين سنة على هذا النصر